النصيحة الأولى هي أننا لازم نستشير الطبيب قبل إعطاء الطفل أي دواء وعلى قد ما تباني أن النصيحة دي سهلة ومنطقية ومعروفة يعني ولكن للأسف التطبيق على أرض الواقع بيختلف شوية كتير من الأباء والأمهات بيقولوا لأ قبل ما نسأل الدكتور طب ما ممكن الحالة المرضية دي تكون شبه الحالة المرضية الفلانية اللي مرت على طفلنا في فترة سابقة من شهر من شهرين من ثلاثة طب ما نكرر نفس الدواء أقول لكم لا تحت العمر ده أو تحت السن اللي احنا بنقول عليه تحت السنتين تحديدا كمان الأطفال اللي عمرهم سنتين فأقل لا يجب أن احنا نعمل كده أبدا وده يعني أنا بقول لكم اللي بيحصل ده بيحصل لأسباب كتيرة مش منها أكيد أنه الأب والأم دول مهملين في علاج أولادهم خالص ولكن أحيانا بيبقوا متبنيين الطريقة السهلة أو بتبقى فيه صعوبة للوصول للدكتور اللي هما بيتابعوا معاه أو أي أسباب أخرى فعشان كده هما بيحاولوا يحلوا الأمر على طريقتهم لكن أنا بقول لكم تحت سن السنتين لا ده ممنوع أي حالة مرضية تصيب الطفل لقدر الله لابد من استشارة الطبيب وبالتالي أي دواء بندي للطفل يجب أن يكون باستشارة كاملة من الطبيب فيه مفهوم اسمه الأدواء المعتادة يعني الأدواء المعتادة دي الحقيقة أن القعدة دي ما تنفعش لو طفل أقل من سنتين يعني لازم يعدي السنتين على الأقل بشهر أو شهرين هقول لكم إيه الحكاية دي يعني إيه الأدواء المعتادة يعني مثلا لو في حال قدر الله مثلا الطفل ارتفعت الحرارة مثلا أو كان عنده أعرض تاني مثلا كحة أو ما إلى ذلك تمام؟ لا هنصبر شوية علشان إيه؟ نفهم النقطة دي بتاعت الأدواء المعتادة دي فهنا لما الطفل بيكون عدد سنتين فيه أدوية فعلا بيكون اعتاد الطفل على أخذها يعني هي من هنا جات المسمة الأدواء المعتادة علشان كده بنديها للأطفال في الحالة دي بس زي ما قلتلكم بشرط أن احنا نكون فوق سن السنتين تمام؟ وبشرط آخر أنه يعني ما يكونش فيه أحوال تانية أو اختلاف في الحكاية علشان كده في حكاية المرض يعني عشان كده هنحط للموضوع ده قانون إيه رأيكم في استخدام الأدواء المعتادة اللي زي ما قلتلكم لا تخرج من نطاق دواء خفض للحرارة أو دواء كحة أو دواء حساسية ها؟ إمتى يعني ما نطبقش بقى القاعدة دي اللي هي قاعدة الأدوية المعتادة أول حاجة لو الطفل أقل من سنتين زي ما لسه عيلي طيب تاني حاجة إيه؟ أو تاني قاعدة يعني تخلينا ما نستخدمش الأدوية المعتادة في حالة اختلاف شكل الأعراض شكل الأعراض لو اختلف من حيث الشدة أو العلامات المصاحبة يعني لو الأعراض نفسها كانت شديدة قوي أو ظهر أعراض مصاحبة أو علامات مصاحبة ما كانتش موجودة قبل كده وتالت احتمال في حالة ظهور أعراض جديدة تمام؟ تحت عمر السنتين ما ينفعش ندي للطفل الدواء اللي وصفوا الطبيب قبل كده حتى لو بان ليكم أن الطفل مصاب بنفس الحالة المرضية خلاص دي برضو نصيحة تحت سن السنتين ما بنيديش الأدوية المعتادة زي ما اتفعل وده لأن الطبيب أو الأطباء يعني بشكل عام هم بس اللي بيقدروا جماعة يحددوا لاختلافات الطفيفة ما بين الأعراض المختلفة وبناء عليه بيحدد الدواء المناسب احنا كده قلنا حوالي ثلاث نصائح تمام كده؟